اشار سموه الى همية مواصلة الدفع بأوجه التعاون الى مستويات رفعة من التكامل الثنائي في ظل ما تحظى به العلاقات البحرينية الاماراتية من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهما الله جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بمجلس قصر البحر في إطار الزيارة الأخوية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي وليل عهد رئيس مجلس الوزراء إلى أبو ظبي حيث نقل سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعا إلى أخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وتمنيات جلالته لدولة الإمارات الشقيقة بالمزيد من التقدم والازدهار فيما أبلغ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان سموه نقل تحياته وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وتمنياته لمبلكة البحرين بالمزيد من النماء والتطور وأشار سموه إلى أن العلاقات الثنائية بين مبلكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة تواصل تطورها في شتى المسارات بما يصب في فتح آفاق مشتركة أشمل للتكامل نحو كل ما من شأنه الخير والنماء مؤكدا سموه أن مملكة البحرين تعتز دائما وأبدا بمتانة ما يربطها مع الإمارات الشقيقة من علاقات ممتدة منذ القدم وآخذة بالنمو حاضرا ومستقبلا بما يحقق الأهداف المنشودة وقد رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بزيارة الأخوية لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء منوها بعمق الأواصر الأخوية التي تربط البلدين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها في كافة المجالات بما يعود بالخير على البلدين وشعبهما الشقيقين وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البحرين والإمارات الشقيقة كما تم مناقشة آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي هذا وقد حضر اللقاء معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة السكرتير الخاص لسمو ولي العهد وسعادة السفير الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وعدد من كبار المسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ترجمة نانسي قنقر